غياب الأمن وانتشار السلاح المنفلت والإفلات من العقاب في ظل إحكام قفضة الميليشيات على السلطة جعل من العراق ساحة مفتوحة للاغتيالات التي لم تتوقف منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني عام 2003 على أيدي الميليشيات والعصابات المأجورة التي تنفذ أجندات الأحزاب المتبطة بإيران العراق بشكل عام يعاني من سطوة الميليشيات الطائفية والأحزاب الفاسدة التي اغتالت الناشطين من ثوار تشرين وغيبت الآلاف من أهالي الصقلاوية وصلاح دين والموصل وبغداد وحزامها وجرف الصغر وغيرها من المدن المنكوبة إلا أن محافظة ديالة كان لها النصيب الأوفر من الاغتيالات والمجازر كمجزرة جامع ساريا ومجزرة قرية نهر الإمام ومجزرة الشيائلة التي تعد نموذجا لما يجري ضد العراقين من جرائب الميليشيات بالتواطئ حكومي بحسب مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري الذي دعا إلى ضرورة حل الميليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المناطق التي تسيطر عليها وترتكب فيها الجرائم لم تجف دماء مجزرة الجيائلة بعد حتى أصبح أهل ديالة على جريمة جديدة بإطلاق النار على الطبيب الاستشاري المختص بأمراض القلب أحمد طلال المدفعي وسط بعقوبة مركز محافظة ديالة ما أسفر عن مقتله في الحال مصادر في ديالة ذكرت أن الميليشيات بدأت تساوم الأطباء على حياتهم وتخيرهم بين الموت أو العمل بالمجمعات الطبية التابعة لها وممارسته ضغوط نفسية وتهديدات على الأطباء وغيرهم من أصحاب الكفاءات فضلا عن بقية السكان نقابة الأطباء قررت إغلاق العيادات الخاصة تنديدا بعمليات استهداف الكوادر الطبية في البلاد فيما أكد نقيب الأطباء في ديالة مرتضى الخزرجي تكرار حوادث خطف الأطباء في ديالة فضلا عن عمليات قتل وترهيب تتعرض له الكوادر الصحية في المحافظة مطالبا رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني هو وزراءه بالحضور إلى ديالة ومتابعة ما يجري فيها من فوضى وانهيار أمني على أرض الواقع داعيا مسؤولي المحافظة إلى ترك مناصبهم بسبب عجزهم عن إدارة شؤون ديالة يوميا طبيب مخطف يوميا قتل يوميا تهديد عمي متدون العوف المحافظة خلي جي رئيس وزراء خلي جيب وزراء هنا يجتمع خلي شوف ديالة صاير بها اللي ما يدبرها خلي يطلع اللي ما يعرف يدير المحافظة خلي يطلع عمي بدورها أكدت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب غياب دور الدولة في ملاحقة المجرمين في ديالة وهو ما تسبب بتكرار الانتهاكات في المحافظة ترجمة نانسي قنقر